اشتركوا في القناة وكان يبيع منها القربة بمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة بخير له منها في الجنة رواه الترمذي بإسناد حسن فاشتراها عثمان بن عفان رضي الله عنه بماله الخاص وسبلها للمسلمين زيادة الصلاة لما فرضت الصلاوات الخمس في الإسراء والمعراج كانت كل صلاة ركعتين إلا المغرب فكانت ثلاث ركعات رواه البخاري فجاء الوحي بزيادة ركعتين لصلاة الظهر والعصر والعشاء فصارت أربع ركعات لكل منها وثبت الأمر على ذلك حديث في فضل بني سلمة أراد بني سلمة بكسر اللام أن يتركوا ديارهم وكانت في أطراف المدينة بعيدة عن المسجد النبوي حتى يقتربوا من المسجد النبوي فخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة فنهاهم وقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم فثبتوا في منازلهم رضي الله عنهم متفق عليهم اشتركوا في القناة